اجاي برا قالوا خلاص طيب يا بشر ما راح اقصفك لانه انا ما اقصف النساء ما يعرف ما يعرف الا يقصف الا يقصف ريمون تعدو يا ريمون تعدو ريمون تعدو السيميلان كالعادة السيميلان يضرب بيد من حديد لي اكتب لي السيميلان تاريخه الجديد جدي 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 يوفي انت عساوي واني ادنا رونالدو يحط القول الثاني هايهم رونالدو هايهم كلهم صاروا يحجون عليك يا رونالدو كلهم الاخر شي شوفتهم العين الحمراء وسكتت افواح النقاد نعنى ابوه اللعبين هذول قول واحد ما يعرفون يحطون احنا شاطرين بس نفتخرب بتاريخنا تاريخ السيميلان لا نعرف ماذا يكتبون المواقع التواصل كلها تحفل علينا كلها كلها بس هدف واحد بس هدف واحد بس هدف واحد بس هدف واحد السلام عليكم اضلعوا قلبي شلونكم شكونا خبركم ان شهرتكم بألف خير وصحة هذا المقطع بنتكلم عن اداء يوفينتوس واسي ميلان بالمباراة اللي خلصت قبل قليل بين الفريقين وبننا نتكلم عن الدون رونالدو رونالدو بنا نتكلم عن رونالدو شوي وعن اداءه بهاي المباراة بالشوطة اول الضغط كله ليوفينتوس الضغط كله لرونالدو رفقاه بالشوطة الاول الضغط يلي طبق على لاعبين ومدافعين نادي اسي ميلان يلي معفطين حتى بالرباح انا اقولكم مدافعين اسي ميلان معفطين واليوم الرباح كله اجع من الهجوم تلقوا هدفين وبالاخص الهدف الثاني يضحك والخطأ الدفاعي بالهدف الثاني هدف رونالدو فاتوا المدافعين ببعض تقريبا بالشوطة الاول بالنسبة لاعبين نادي وفينتوس كانوا كلهم يلعبون بجد وبحماس يعني وقدمون الشغلات الصحيحة بالملعب لكن بالشوطة الثاني انقلبت كل الموازين استثناء كم لاعب بهاي المباراة كلها الشوطة الاول والشوطة الثاني قدم بها ايشي ونوب شرشحو بهاي المباراة بناب محمد شرشحوو مساحو بيه الى الاراضي لاعب يوفينتوس من هو.. بالنسبة لاداء لاعب بنادي يوفينتوس رابيو أدريان رابيو بداية المباراة يوم شفته فات قلت ما شاء الله على الشعر رابيربو وعلى هالطول 191 طوله قلت سعيو حرثي الملعب ينا انا ابو النفذ لاعبين السيميلان دحقتوا وانو ما يعرف الخمسة من الطمسة اكثر شي اكثر شي سرعته بالملعب سرعته بالملعب زفت صفر تقل لي حط القول الاول صدقني صدقني انا ما شفته شكله اللي عد القول الاول حطها القول الاول قبلها وبعدها كمل نومته واحد ما سجل ادريان رابيو الهدف الاول ناطحوا مدافعين السيميلان وتقشرت الطابق قدام رونالدو وهو منفرد بالحارس دوناراما وسددها رونالدو واتى الهدف الثاني هنا قمت نفسية لاعبين السيميلان وبعد تقريبا خمس دقات عشر دقات من بعد ما فات الهدف الثاني عليهم بعد الهدف الثاني فات دقيقة سبعة واربعين لاعبين السيميلان كانت متحط من نفسيتهم وكلهم رجعوا للدفاع يدافعون يعني ضغطوا نادي يوفنتوس وهم مسجدين هدفين لكن انتفض الفريق الميلاني انتفض انتفاضة ما بعدها انتفاضة وصمم على ريمونتادا وحصلوا على ريمونتادا والافتتح الاهداف من نادي السيميلان هو إبرا إبرايموفيتش الأسطورة بس لون ما يقصف اقسم لا هذا الشخص بس لون ما يقصف قصة صارت معها شفتوها على حد مواقع التواصلش معها اكيد يعني قصة كاذبة بس حلوة اجي على الصحفي قال له ارجوك لا تقصفني خليني اعمل معاك المقابلة واتيسر اجي إبرا قال له خلاص طيب ابشر ما راح اقصفك لان انا ما اقصف النساء ما يعرف ما يعرف الا يقصف واداء اسماعيل بن ناصر في هذه المباراة لاعبنا الجزائري كان رائع وطبعا مبارك اللي يلاعبنا لكن اداءه بوسط الميدان فعلا هذا اللعب اللي يمسكه وسط الميدان زين يمسكه مست محد يقدر يعدي محد يقدر يقرب على الوسط ساعة يضغر عليه وباصاته وتمريراته ما شاء الله اليوم وانا احضر المباراة بس قام اقول ما شاء الله ما شاء الله يعني اداء خرافي خرافي يعني باصاته كلها بالليبرا ما شاء الله صلوا عن النبي صلوا عن النبي ايه والله يا حجي اتكمل لك السالوفه ايه ايه سجلت يوفينتوس هدفين وردلهم ابراهيم وفيتش هدفي يعني شقدر الساعة ثانية واحد بعد تقريبا شغلت خمس دقات اجاهم هدف من اللاعب العاجي من ساحة العاج اسمه فرانك كيسي هدف لم يكن بالحسبان وانا اتفرج على التلفزيون كنتو اقلب بالموبايل ما اعرف بايش التهيتو ما اسمه الا صار يصيح هدف هدف حافظ دراجي بعدين اكيد انا دحقتوا كنتو متوقع انو الهدف سيكون ليوفينتوس دحقتوا يجزين من ايهو شو السيميلان قام يحتفلون هنا صار التحطيم الاساسي لنادي يوفينتوس هنا تحطموا اللاعبين مو مثل اللاعبين السيميلان هنا تحطموا ردوه استفاقوا هنا تحطموا تحطيمة واحدة لانو بعد دقيقة واحدة من هذا الهدف نقبهم ليوو قلتوا اجابه ليو من يستعلي السيميلان قلتوا اجابه هدوان اسمه رافيئل ليو اسمه رافيئل ليو بصراحة انا ما اتعرفه دور رجعتوا شفتي اسمه هذا الحط الهدف الثالث اسمه رافيئل ليو حطوا وهون بلجت الريمونتادة طبعا كل ان كانوا يحضرون المباراة توقعوا انه خلاص دخل الهدف الثالث وصارت النتيجة ثلاثة اثنين انتهت الريمونتادة ولكن 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 للتصميم على الريمونتادة وللتثبيت الريمونتادة في قلب كل يوفينتوساوي ويوفاوي حطوا الهدف الرابع وقاتل الهدف الرابع من راس الحربة الثاني ريبيتيتش الساعة مش يجعين برشلون حذروا يكونوا يقولون بعد هاي الخسارة وبعد هاي الريمونتادة يقولون شفتم مشلون هذا لاعبنا هذا بيانيتش لانه قد كان باليوفي كان يربح اليوفاوي اما الساعة من طلع من اليوفي واجل عدنا خلاص صاروا يخسرون بيانيتش بيانيتش خلصنا ما قطعنا تابع اليوم اذا انت متابعوا للرياضة لا تنسى تعملنا لايك وسبسكرايب واذا انت متابعنا الاول مرة لا تنسى تدعمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته